مثل الخير كيف تكونوا الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير كثير يخلطوا بين العصفر والزافران هذا هو الزافران هذا هو الزافران وهذا هو العصفر هذا هو العصفر تمام طبعا الفرق بينهم العصفر هو سافلاور الأجزاء المستعملة بالعصفر هي الأزهار ممطن تاريخ العصفر لا يمد بأي صلة الزافران بالرغم من أن أزهار الزافران لها نفس استعمالات العصفر يزرع العصفر بكثرة في الهند والصين طبعا فوائد كثير بدنا نشوفها بالزافران أكثر من العصفر طبعا يزرع مثل ما قالنا العصفر بكثرة في الهند والصين أجزاء أخرى من آسيا بمصر جنوب أوروبا لكن موطن الأصلي غير معروف يمكن أن يكون الشرق الأوسط يحتوي العصفر على مادتين ملونتين حمراء وصفراء الحمراء هي أهم من الصفراء لصناعة ما يسمى بلوج اللي بيستخدم يعني بيستخدم لصناعة الروج استعمال العصفر لغش الزافران من الباهض السمن وذلك التشابه بين الأسنين العصفر يتوفر بشكل شاي أو مستخلص أو كابسولات وممكن يكون بشكل سايل أما الأصفر أما الأصفر هو من أغلى التوابل على مستوى العالم ويستخرج من ميسم زهرة الزافران الجافة التي تجمع باليد كل زهرة تحتوي على ثلاث مياسم تكسب الأطباق الشهية لون الأصفر وتعطي الأطباق والمشروبات مدرقة لذيذة نرى الفيديوهات الثانية عن زافرات سوف تكون موجودة على القناة الأولى والثاني الأكثر على القناة الأولى هذا كان تبقى تقريباً فيديو تعريفي لأنه كثير سألوني أنا نزلت من قبل فيديوهين ثلاثة عن الزافران كثير سألوني عنهم فحبت أحكي بهذا الفيديو عن الفرق بين العصفر والزافران إذن هو العصفر طبعاً مختلفين بالشكل ولكن الموجود بالنسبة للعصفر هذه الأزهار أما بالنسبة للزافران هذه مياسم الأزهار وكل زهرة تقريباً بطاعة ثلاثة فتخيلوا هذه الكمية قديش محتاجة لتنجمع هذا كان الفيديو إن أعجبكم املوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان معكم دكتور باسر نزلوا تحت القناة واشتركوا بقناتي بليس